هلو بروبادي بيز بيابنيو ديس اس مصر محمد طلحان يورواتشنج لرن انجلش وذ مصر طلحان حبايبي طلبت وطلبات الصف الثالث الاعدادي النهاردة ان شاء الله هنتكلم عن درس الجرامر الاول في يونت وان ولي بيكلم عن how to give advice ازاي ادي نصيحة طبعا اول ما بسمع الكلمة دي advice على طول بيجي على بالي should and shouldn't should and shouldn't عارفين ان should و shouldn't دي افعال نقصة عارفين ان should و shouldn't بيجارهم فعل في المصدر بدون اي اضافة تعالوا نشوف النهاردة ازاي هستخدم shouldn't shouldn't give advice وازاي هستخدم الطرق المختلفة لاعطاء النصيحة وازاي هعرف السؤال ده بيجيلي في situations بيجيلي في المواقف ازاي وكمان ازاي بيجيلي في سؤال right وده السؤالين الجداد اللي معانا السنة دي ان شاء الله شكل ما قلنا تعالوا نبتدي اول حاجة بshould and shouldn't طبعا دول اشهر مشاهير في اعطاء النصيحة يعني دايما شكل ما قلت اول ما بقول اعطاء نصيحة هتلاقي الموضوع معي على طول should and shouldn't شكل ما احنا عارفين ان should و shouldn't الاتنين بيستخدموا في اعطاء النصيحة should and shouldn't يبقى اول ما بقول نصيحة على طول الناس دماغا بيروح للشود و shouldn't عارف ان shouldn't بيجي وراها الفعل في المصدر يعني الفعل في اصله بدون اي اضافات تاني shouldn't طبعا ازا كنت بدي نصيحة ايجابية يعني حاجة كويسة على طول بستخدم should ازا كانت الحاجة مش كويسة على طول بستخدم shouldn't هناخد مثالين والمثالين دول ان شاء الله هنتانينا ماشيين بيهم تقريبا طول الحسة تعالا نشوف should study hard هنا انا بنصح واحد انه يزاكر بجد تاني you should study hard you should study hard يعني يجب ان انت تذكر بجد بحلاحظ ان should جي وراها study طب ينفعول studying حاوله لا طبعا ينفعول studies لا طبعا ينفعول studied لقى الى ان shouldn't الفعل اللي بيجي وراهم لازم يكون في المصدر طيب النصيحة التانية when i say you shouldn't smoke you shouldn't smoke you shouldn't smoke يعني لا يجب ان تدخن يبقى دي حاجة مش كويسة فبالتالي بنصح الشخص ان هو ما يعملهاش فبالتالي هقول you shouldn't you shouldn't smoke وبالتالي هلاحظ برضو ان shouldn't يجي وراها فعلة في المصدر بدون اضافات يعني ما ينفعش اقول you shouldn't smoke ولا ينفع اقول you shouldn't smoking لا طبعا should و shouldn't لازم يجي وراها الفعل في المصدر بدون اي اضافات اعتقد كده الموضوع بسيط جدا لكن هيبدأ يتنقل لانواع مختلفة من النصيحة يعني في طرق مختلفة ليعطاء النصيحة ما بتقفش عندي should و should انت بس وفي حلقتنا دي المفروض ان احنا نعرف الطرق المختلفة ليعطاء النصيحة وازاي بستخدمها مكان should تعال اول حاجة خالص الكلمة اللي انا بستخدمها مكان should وهي كلمة ought to ought to ought to برضو بمعنى يجب بمعنى يجب وراها فعلة في المصدر بدون اي اضافات يعني ما انفعشي اجيب وراها فعلة في الماضي ولا فعلة في اس او اس ولا في اي اضافات فبالتالي لما يجي قولي استعملي ought to مكان should كل اللي انا اعمله حشيل should وحط مكانها ought to يعني لو بصينا المثالين اللي عندي دول بيقولي you should study hard you should study hard يعني يجب ان انت تذكر بجد لو جح في سؤالي rewrite وحطيلي ought to ما بين الاقواص ought to يبقى هنا لازم اكون عارف ان ought to معناها يجب وبيجي وراها فعلة في المصدر فبالتالي هقول you ought to study hard يبقى كل اللي انا عملته shilt should وحطيت مكانها ought to تاني shilt should وحطيت مكانها ought to طب هل في النفي برضو ينفع جيب مكانها ought to قالك عادي جدا ان انا حط ought to مكانها في النفي والنفي بتاعه ought هو ought to وهي مش كتير صحيحة في الاستخدام ولكن هو النفي بتاعها ought to ففي المثال التاني اللي بيقولي فيه you shouldn't smoke هنا لما يجي استعمل ought هم فيها عادي خالص فتبقى you ought to وبالتالي هقول you ought to to smoke وبرضو بتدينا نفس المعنى لا يجب ان تدخن لا يجب ان تدخن يبقى هنا انا استخدمت ought to مكان should وهي هي بمعنى يجب وبمعنى لا يجب ought to بمعنى يجب ought to بمعنى لا يجب طيب هل دي الطريقة الوحيدة لا طبعا احنا قلنا في الحصة دي مهمتنا ان احنا نعرف الطرق المختلفة لعطاء النصيحة طيب تاني طريقة هيستخدم فيها النصيحة هيقولي استعمل كلمة advise تاني هيقولي استعمل كلمة advise طيب وطالما قالي استعمل كلمة advise بمعنى ينصح خلي بالك دي بالاس مش بالس advise بمعنى ينصح طيب ايه الطريقة اللي انا حدي بيها نصيحة وفي نفس الوقت هستخدم كلمة advise عشان استخدم advise في النصيحة لازم استخدم حاجة اسمها I advise you to again I advise you to معناها انا انصحك ان تفعل شيء تاني I advise you to ودي بتساوي كلمة should طيب لو النصيحة بالنفي هقول I advise you not to اي حاجة فاته هتبقى not to في النفي تاني I advise you to لو انا بنصحه بالايجاب اما لو انا بنصحه بالسلب هقول I advise you not to تعالى نشوف برضو نفس المثالين اللي معانا وهستخدم فيهم كلمة advise هو هيجي يقول لي you should study hard يجب ان تذكر بجد ويجب قولي استعمل لكلمة advise يبقى هنا لازم اكون عارف ان التركيبة كلها على بعضها اسمها I advise you تاني I advise you لان طبعا لو محدش عارف هيقولك advise ايه فهيحط advise في اي حتة لا طبعا الفكرة ان انا هشيل you should وحط مكنها I advise you فايبقى الحل كالتالي I advise advise you to study hard تاني I advise you to study hard تالت I advise you to study hard طيب لو كانت بالنفي يعني you shouldn't smoke لا يجب ان تدخن لنفس الكلام هقول I advise I advise you not to smoke again I advise you not to smoke again I advise you not to smoke بمعنى انا انصحك الا تدخن تاني انا انصحك الا تدخن فايزا الطريقة اللي انا هستخدم فيها advise عشان انصح شخص هقول I advise you to I advise you not to I advise you to بمعنى you shouldn't طيب لو جالي بقى وقال استعمل لي advise يعني كلمة نصيحة تاني advise يعني هو جه بين الاقواس وقال استعمل advise بمعنى بمعنى نصيحة وليست بمعنى ينصح وقال لي برضو ليها طريقة معينة عشان استخدم advise في النصيحة عشان استخدم advise في النصيحة بتبقى كالتالي my advice to you is to يبقى انا لازم اكون حافز دي كلها عشان انا رضا رحطها مكان تاني my advice to you is to again my advice to you is to يعني نصيحتي ليك ان تفعل كذا طب لو هي بالنفية لو هي shouldn't انا هكون كالتالي my advice to you is not to يعني نصيحتي ليك ان لا تفعل again نصيحتي ليك ان لا تفعل my advice to you is not تعالى برضو على نفس المثالين وهنطبق فيهم كلمة advice هنا بقول لي you should study hard اذا قال لي should ما قال لي shouldn't فاذا هقول my advice to you يعني نصيحتي ليك is to هو ان study hard يعني هو انت تذكر بكت تاني my advice to you is to study hard my advice to you نصيحتي ليك is to study hard طيب لو هي من فيها شكل you shouldn't smoke you shouldn't smoke هتكون ازاي اللي برضو الموضوع بسيط هقول my advice advice to you is وبدل ما كنت بقول to هقول not to smoke not to smoke smoke again my advice to you is not to smoke again my advice to you is not to smoke تعال نشوف الطريقة رقم اربعة في اعطاء النصيحة طبعا بيجي نفس الكلام يجيب لي should or shouldn't او اي طريقة من طرق النصيحة ويقول لي استعمل لي if تاني يقول استعمل لي if طيب المفروض اف انا عارف ان في حالة ل if النصيحة وهي if i wear you i would or if i wear you i wouldn't يعني المفروض طالما قال استعمل اف مش هستعمل اف وخلاص لا انا عارف التركيبة كلها if i wear you i would or if i wear you i wouldn't Deal تبقى حشير you should واقول اف او اي وار يو كما اي وود وهنا باجيبي الامفينتهف المصدر بتاع اللي جاي ورا الشد ولو هي من فيه حقول اف او اي وار يو I wouldn't I wouldn't واجيب وراها المصدر بتاعي تاني If I wear you I would لو هي you should وIf I wear you I wouldn't لو هي you shouldn't طيب تعال نطبق الكلام ده في النصائح اللي عنده دي بقول لي you should study hard يبقى ازا لو جه قال استعمل لي if مش حاول if وخلاص لان الناس لو مش عارفة التركيبة خلاص هتغلط يبقى لازم اقول If I wear you I would study hard If I wear you I would study hard يعني لو انا مكانك حزاكر بيجب If I wear you I would study hard طب لو هي you shouldn't شكل you shouldn't smoke المثال التاني هو هو نفس الكلام بس بدل would هحط wouldn't فحيبقى الكلام بالمنظر ده If I wear you يعني لو انا مكانك I wouldn't smoke يعني لو انا مكانك مش هدخن تاني لو انا مكانك مش هدخن طيب تعال نتنقل لطريقة تانية من طرق النصيحة قال لي ممكن ييجي في نفس الكلام ده ويقول لي استعمل لي كلمة bitter تاني يقول لي استعمل لي كلمة bitter وهنا بقى لازم اخلي بالي لان bitter بتستخدم بطريقتين اتنين اول حاجة ممكن استعمل هاد bitter تاني حاجة ممكن استعمل is bitter or would be bitter ازاي قال لي لو قال لي استعمل لي هاد bitter هاد bitter وخلي بالك ان الابوسطرف ديدي هاد هاد bitter is followed by infinity بيجي وراها مصدر الفعل طب لو هي منفية حييجي وراها not plus infinity يعني not زائد مصدر الفعل تعال نشوف المثالين دول you should study hard لو قال لي استعمل لي هاد bitter عادي خالص هشيل should وحط مكان هاد bitter وابدأ ب you شكلي ما هو عندي يعني هقول you had bitter واجيب وراها المصدر بدون تو you had bitter study hard يعني من الافضل ان انت تذكر بيجيت طيب لو هي منفية شكلي you shouldn't smoke هقول you had bitter not smoke you had bitter not smoke you had bitter not smoke يبقى كل الموضوع should should حطيت had bitter should shouldn't حطيت had bitter not طيب الطريعة التانية في استخدام bitter اللي مش هيجي وقول لي had bitter لما اللي هيجي وقول لي هيجي وقول لي يا امها is bitter يا امها هيقول لي would be bitter وبرضو معناها من الافضل خلاص طيب لو قال لي استعمل is bitter or would be bitter قال لي في الحالة دي انا حبدأ ب it تاني في الحالة دي انا حبدأ ب it ازاي قال لي في الجملة الاولى اللي هي هنشوت هقول it is or would be bitter يعني من الافضل واكمل عد خالص بس الفرق ان انا bitter هيجي وراها to يعني اقول it's bitter or it would be bitter to study hard it would be bitter to study hard عشان هيجي يقول لي ايه الفرق بين had bitter would bitter had bitter sorry would be bitter or had bitter is bitter اقول له had bitter بيجوارها المصدر بس لكن would be bitter or is bitter بيجوارها to plus الانفناتب طب لو هو جملة منفية هقول it's bitter واقول not to smoke it's bitter not to smoke يعني من الافضل اللي تدخن تاني من الافضل اللي تدخن ده بالنسبة لاستخدام كلمة bitter تعال نشوف الطريقة الستة لإعطاء النصيحة وهو إن يقول لك استخدم لي بين الأقواس idea تاني يقول لك استخدم لي idea what's the mean by idea idea يعني فكرة طبعا هنا لما أقول لي استخدم لي idea برضو لازم أكون حافظ تركيبة معينة اللي هستخدم فيها كلمة idea في النصيحة طيب الفكرة دي بتقول it a good idea idea تاني it's a good idea it's a good idea إنها فكرة جيدة وهنا لازم أجيب وراها two plus الانفينتف يعني two زائد المصدر طب لو هي منفية عادي جدا هقول it's a good idea بس بدل two هقول not two plus الانفينتف يعني not two زائد المصدر تعال نشوف الجمل اللي عندي دي بيقول لي you should study hard لهو بيقول لي استعمل idea فإذن هقول it's a good idea to study hard تاني it's a good idea to study hard يبقى كل اللي اللي عملتو should you should حطيت مكانها it's a good idea to study hard تاني it's a good idea to study hard طيب لو هي you shouldn't smoke وبقول استعمل idea يبقى نفس الكلام هقول it's a good idea not to هنا بقى بدل to بقول not to وقول not to smoke not to smoke ودي الطريقة اللي أنا بستخدم فيها idea idea يعني فكرة يبقى إذن حول it's a good idea to or it's a good idea not to تاني it's a good idea to or it's a good idea not to تعالوا نشوف الطريقة السامعة لإعطاء النصيحة وهو أن يقول لك استعمل لك كلمة advisable advisable what's mean by advisable advisable يعني منصوح بيه طيب قال لي لما أقول لي advisable فأنا هستخدم التركيبة دي كلها على بعضها it's advisable تاني it's advisable ودي بيجي وراها to plus الامفينتف يعني من المنصوح بيه ودي في الغالب بيجيبها مع should يعني بيجيبها لك مكان should يعني حقول it's advisable to وأجيب وراها المصدر اللي جاي ورا ورا should يعني حقول كده it's advisable to study hard it's advisable to study hard يعني من المنصوح بيه ان انت تذاكر بجد تاني it's advisable to study hard يعني من المنصوح بيه ان انت تذاكر بجد طيب لهو جايب لي نصيحة بيه في شكل you shouldn't smoke بدلا advisable هقول استعمل لي inadvisable inadvisable يعني غير منصوح بيه وهي هي نفس الترجيبة أقول it's inadvisable to وأجيب المصدر بتاعي اللي هو جاي ورا shouldn't فإذا لما أجيب استعمل inadvisable هقول it's inadvisable to وهنا بقى ما أقولش not to لأن أنا جبت كلمة inadvisable ودي معناها غير منصوح بيه it's inadvisable to smoke it's inadvisable to smoke يعني من غير المنصوح بيه أن أنت تدخن تعال نشوف طريقة تانية من طرق إعطاء النصيحة وهو أنه يقول لك استعمل rather rather طيب هل يحتب rather بس قال لي لا هي اسمها would rather تاني would rather would rather بييجو وراها مصدر الفعل بدون إضافات so would rather بيجو وراها مصدر ولو هي منفية قال لي هجيب وراها not plus يعني زائد المصدر طيب تعال نشوف الكلام ده هنا بقول لي you should study hard لو أنا حستعمل rather يبقى كل اللي أنا هعمله هبدأ بyou وأقول you would rather you would rather would rather بيجو وراها مصدر بس بدون تو يبقى would rather study hard تاني you would rather study hard يعني من الأفضل إنك تذاكر بيجد طيب لو قال لي استعمل rather you shouldn't قال لي نفس الكلام بس هقول not يعني هقول you would rather not smoke you would rather not smoke يعني من الأفضل اللي تدخن من الأفضل اللي تدخن بإذن would rather بيجو وراها مصدر أو not والمصدر في حالة إن هي you should يبقى إذن ده الشكل اللي بيجي لنا بطرق المختلفة للنصيحة في الright بيجيب لأي طريقة من دول ويجيب لأي طريقة طريقة تانية وهنا لازم أكون حافظ التركيبة كاملة على بعضها مش كلمة واحدة بس يعني لما حقول استعمل if يبقى لازم أكون عارف إن هي if I were you I would or if I were you I wouldn't لما حقول استعمل rather يبقى أنا عارف إنها would rather لما أقول استعمل better يبقى أنا عارف إنها had better أو is better لما حقول استعمل idea يبقى أنا عارف إنها it's a good idea ولازم أكون عارف يا طرى بيجيو وراها to المصدر ولا مصدر بس طيب ساعات بقى هو بيجيب لك المعنى طبعا هنا لازم أغير في الكلام بحيث إن أنا أدي نفس المعنى لإن خلاص معنى إن أنا بمفي بقى لازم أجيب عكس صفة عكس فعل بحيث إني أديني نفس المعنى على سبيل المثال لو جه في الجملة دي وقال لي استعمل لي should تاني لو جه في الجملة دي وقال لي استعمل لي should طيب إذن أنا عايز استعمل should وفي نفس الوقت أدي نفس المعنى اللي هو ما تدخنش فلين على طول حالية نفسي بجيب الفعل stop smoking stop smoking يعني توقف عن التدخين يعني هتيبقى الجملة بالمنظر دي you should stop smoking again you should stop smoking وعنا عارفين طبعا إن كلمة stop بيقوناها very plus ing فيبقى المعنى بتاعي يجب أن تتوقف عن التدخين وهو هو نفس المعنى يجب ألا تدخن تاني you should shouldn't smoke معناها you should stop smoking you should stop smoking another example مثال تاني when he says you should get up early يعني يعني يجب أنت تصحى بدري ويجي في الجملة دي ويقول لك استعمل لي shouldn't تاني يقول لك استعمل لي shouldn't shouldn't معناها لا يجب ومعنى أن يقول لي يجب أنت تصحى بدري معناها لا يجب أنت تصحى أكيد متأخر فإذن هنا أنا هجيب الأبزت بتاع early اللي هو late فيبقى الجملة بالمنظر دا you shouldn't get up late you shouldn't get up late يعني لا يجب أن تستيقظ متأخرا هو هو نفس المعنى يجب أن تستيقظ مبكرا إذن هو ممكن يجيب لي should ويقول استعمل لي shouldn't يبقى الفكرة أن أنا بعكس فعلي في الجملة أو صفة في الجملة أو حال في الجملة بحيث أنه يديني نفس المعنى طبعا من الأخطاء اللي بيع فيها كتير من طلب التالت عدد أن هو رابط دماغه أن you should you should or you shouldn't or if I were you you يبقى هو رابط دماغه دايما أن الفعل بتاعي هو you لكن طبعا مش شرط أن الفعل بتاعي أول اللي أنا بقدم له النصيحة هو you لأن ممكن الفعل بتاعي يكون he or she or in noun يعني أي اسم يعني مثال بيجي يعمل كده if I wear hair هنا if I wear hair معناها لو أنا ما كان مش معناها لو أنا ما كان ك أنت فبالتالي أقول لك I would study hard كنت هذاكر بجد أقول لك استعمل لي should اللي معناها يجب طبعا عشان استعمل should لازم أجيب قبلها subject اللي هو الفاعل طيب فكل الناس بتروح جاية إلى you should you should هقول لك يا جماعة ما هنا لازم أحدد الفاعل يعني هو بقول لي لو أنا ما كان من لو أنا ما كانك انت ولا لو أنا ما كان هيا لهو بيقول لي لو أنا ما كان هيا فإذا الفاعل بتاعي هجيبه من her من her اللي هي study hard تاني she should study hard يعني يجب ان هي تذكر بجد يبقى هنا لازم أحدد أنا بوجه النصيحة لمين لازم أحدد الفاعل اللي أنا بوجه له النصيحة مثال تاني يجي قول لي مونة هات بيتر مونة هات بيتر revise for the exam يعني من الأفضل اللي مونة تراجع للامتحان ويجي يقول لك استعمل لي if طبعا هنا أكيد الناس اللي مش عارف الأسلوب ده في النصيحة فأقول لك ايه if دي يعني لكن المفروض ان انا كن عارف ان if النصيحة if i where you i would بس إيه اللي هيتغير هنا ان انا مش بنصحك انت النصيحة موجهة المين لمونة وبالتالي هقول if i where اوع هنا تقول you لان لو قلت you هقول لك خطأ ليه لان هنا النصيحة مش موجهة ليك انت النصيحة موجهة المونة فعشان كده لازم اقول if i where mona again if i where mona يعني لو انا من مونة لان النصيحة هنا موجهة المونة فبالتالي حول if i where mona وكمل عد خالص i revise for the exam يعني لو انا من مونة هراجع لي الامتحان يبقى هنا لازم اركز مين اللي بوجه له النصيحة وده بيكون الفاعل بتاعي لو قال if i where him يبقى he should لو if i where her يبقى she should لو بيقول if i where احمد يبقى احمد should يبقى هنا لازم اخلي بالي النصيحة موجهة لمين طيب هل تروا النصيحة دي بيجيلي في الاختيارات وررائب بس قال لي لا طبعا ده بيجيلي في سؤال situations ودي مهمة جدا ازاي بييجي وقول لي انت بتنصح شخص انه يفعل شيء او تنصح ان لا يفعل شيء for example على سبيل المثال لما advise your brother not to watch too much tv يعني الكلام ده مصر يعني انت بتنصح اخوك انه هو ما يشاهد شيء تلفزيون كتير يبقى اذا هنا بيطلب منك انك توجه له النصيحة هنا طبعا ليك مطلق الحرية في انك تنصح بالطريقة اللي انت عايزها باستخدام اي طريقة من اللي احنا لسه متكلمين عنهم تعال نشوف ازال حاجة وهي you should يعني you should ولا you shouldn't هقوله لا you shouldn't ليه لاني قال لي not قال لا فبالتالي هقوله you shouldn't وبعدين هجيب الفعل بتاعي يبقى you shouldn't watch too much tv مثال تاني يقولك you advise your sister بتنصح اختك to طالما قال لي to يبقى should واخواتها so your sister to study hard بتنصح اختك ان هي تذاكر بجد for the exam مثلا الامتحان يبقى اذا لما اجنصح حولها you should study hard you should study hard يعني يجب ان انت تذاكري بجد طيب هل لازم should يعني قال لي لا طبعا عادي انا اقول if i were you i would study hard عادي انها you had better study hard عادي انها it's a good idea to study hard اي طريقة من طرق النصيحة طيب هل هو ممكن يجيب لي ان حد نصحني قال لي ايوة طبعا ممكن يقول لي ان حد نصحني ويرد علي وممكن يسيب لك مطلق الحرية في انك ترد بالموافقة او انك ترد بالرفض او ان هو يقول لك اقبل او ارفض يعني مثال بسيط يجي يقول لك your friend advises you to study for the exam يعني زمينك والله بينصحك انك تراجع لي الامتحان او انك تذاكر بجد لي الامتحان قال لي هنا في طرق مختلفة لاننا اقبل النصيحة وفي برضو طرق مختلفة لاننا ارفض النصيحة طبعا لو حد بينصحني انا يقبل يرفض في حالة اننا اقبل النصيحة هقول له اوكي وهو كذلك ممكن اقول له يعني انت على صواب يعني اعتقد اننا المفروض اعمل الكلام ده طبعا حاجة بسيطة خالص لو انا مش موافق او عايز شكل ما بنقول كده اننا فضله يعني حنقول له يعني حب افكر في الكلام اللي انت بتقوله ده او اننا اقول له هفكر في الكلام ده يبقى ازا انا لي الحرية في اننا اجاوب بالقبول او اجاوب بالرفض انما ساعة اقول لك جاوب بالقبول او جاوب بالرفض وهنا بيحتم علي اختار اجابة معينة مش لي الحرية في ان اختار اي حاجة وده كان درسنا النهاردة عن ازاي ادي نصيحة وده الدرس الاول في بتاعنا انتظرونا ان شاء الله شكل ما قلنا الناس احنا هنشتغل ان شاء الله وحنحل من كتاب جم فسيادتك كل اللي انت هتعمله ان شاء الله هتفتح الكتاب التمارين اللي على درس الجرامر ده هتحلها لاننا ان شاء الله في بداية الحصة اللي جاية هنحلها كلها في الكتاب ونشوف خدنا كل اختيار اليه ولو في ررائت هنحله ان شاء الله ولو في برضو نفس الكلام هنحلها ان شاء الله الواجب بتاعنا هو حل التمارين الجرامر في كتاب جم اللي على how to give advice ازاي ادي نصيحة thank you very much for watching but don't forget like share subscribe and don't forget the bell so that you can watch all our episodes عشان يوصلك كل الحلقات بتاعتنا ان شاء الله لازم تفعل الجرس وتشير لكل زمالك ان شاء الله وما تنساش هنطبق على كل الكلام اللي احنا شرحنا ده الحصة اللي جاية ان شاء الله في كتاب جم لو مش معاك الكتاب حاول تشتريه وامشي معنا خطوة خطوة ان شاء الله goodbye السلام عليكم اشتركوا في القناة